موسيقى الرئيس السيسي يستعرض جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة ويوجه بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية القناة السويس مجلس النواب يمنح ثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء يتعهد بالعمل خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين موسيقى تطالب اسرائيل باحترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة وتدين اقتحم وزير اسرائيلي لبحث المسجد الاقصى السادسة مساء بتوقيت القاهرة لتعبطة في تجرانيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم موسيقى موسيقى وجه رئيس عبد الفتح السيسي بتقديم التسهيلات المطلوبة لجد بالاستثمارات للمنطقة الاقتصادية القناة السويسة بما يضمن استدامتها الاقتصادية وازالة المعوقات الادارية امام المستثمرين جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويسة وليد جمال الدين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسيد عمر حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الادارية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد رئيس مجلس الوزراء عرض جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة واطلاعها بملفاتها وتنفيذ المستهدفات المتضمنة ببرنامج عملها لسيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة وكذا التوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة بما يضمن استدامتها الاقتصادية وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين مشددا على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محليا باعتبارها هدفا استراتيجيا للدولة وطريقا أساسيا لتحقيق التنمية والتقدم أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم لتحظى بثقتكم في مقدمة الصفوف قولا وعملا ويجب أن يقدموا المسألة الأعلى في تحمل المسؤولية في خدمة الوطن برنامج الحكومة الذي نأمل أن يكون ملبيا لطموحات وآمال المواطنين وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهله تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تكون كل التوصيات والملاحظات التي أثيرت حول برنامج عمل الحكومة محل تقدير واعتبار من الحكومة وضمن أطر تنفيذ البرنامج جاء ذلك في تعقيبه على كلمات وملاحظات النواب على برنامج عمل الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب كما أبدى ترحيبه بمن كانت له أي اعتراضات على البرنامج معتبرا أن ذلك يعبر عن الديمقراطية اللي أنا أريد أن أؤكد عليه أن أنا تبعت بكل الاحترام والتقدير كل الملاحظات التي أبدتوها في ما يخص برنامج الحكومة وأتعهد قدام حضراتكم بأن كل التوصيات والملاحظات التي أثيرت سواء من اللجنة أو النهاردة في نقاشات حضراتكم أنها ستكون محل تقدير واعتبار من جانب الحكومة وستكون ضمن أطر تنفيذ البرنامج إن شاء الله في خلال الفترة القادمة كما تعهد رئيس مجلس الوزراء بأن تكون جميع البرامج الزمنية الدقيقة والتفصيلية على مدى ستة أشهر من عمر البرنامج وأوضح مدبولي أمام مجلس النواب أن الحكومة ستقوم بوضع أجنتة تشريعية واضحة أمام المجلس قبل بدء دوري للعقاد القادم البرنامج الحكومة وضع المستهدفات لغاية عشرين ثلاثين ولكن لما حبينا نضع رؤية تفصيلية ودقيقة اخترنا أن نضع لمدة ثلاث سنوات وهي نصف فترة البرنامج الرئاسي وده لأن طبيعة المتغيرات وتلاحقها وعدم اليقين الشديد اللي بيواكب هذه المرحلة في عمر العالم وتاريخ البشرية شيء استثنائي وبالتالي كان من المنطقي أن نحن نحاول نضع خطة تنفيذية نكون قادرين على تنفيذها في خلال المرحلة الأولى من الفترة الرئاسية وهي الثلاث سنوات ولكن إن شاء الله مع وضوح الرؤى وما نتمنى من خروج العالم من الأزمات المطلحقة نستطيع بسهولة شديدة وضع كافة البرامج التفصيلية الدقيقة لباقي الفترة الرئاسية إن شاء الله ولكن ما أعد بي في ضوء ما أثير اليوم إن إن شاء الله يا دولة الرئيس قبل بدء دورة الإنعقاد القادمة لمجلسكم الموقر كل البرامج الزمنية الدقيقة التفصيلية على مدار ستة أشهر من العمر البرنامج ستكون أمام حضراتكم بما فيها أيضا الأجندة التشعيعية الدقيقة لتكون أمام المجلس الموقر وهذا ما أتعهد بي وسيكون أمامكم إن شاء الله قبل دورة الإنعقاد القادمة بما يلبي تموحاتكم وطلباتكم جميعا وأعرب مدبولي عن تطلع لدعم مجلس النواب لبرنامج الحكومة وتعاون معه من خلال إصدار جميع التشريعات المتعلقة به وأوضح مدبولي أن الحكومة سترفع إلى مجلس النواب تقارير بالصورة ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية لمتابعة عمل الحكومة بالتوجيه على نحو مستمر أتطلع لدعم مجلسكم الموقر لبرنامج الحكومة ثم دعمه للحكومة في تنفيذه وذلك بالتعاون في إصدار كافة التشريعات التي سوف يتطلبها إنجازه وأيضاً أتطلع إلى دعم مجلسكم الموقر من خلال متابعة عمل الحكومة والتفاعل معها بالرأي والتوجيه على نحو مستمر وكل التقارير التي أشارنا إننا سنكون ملتزمين بتقدمها لمجلسكم الموقر بصورة ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية ستكون أمامكم للمتابعة والرقابة الدقيقة لكل أعمال الحكومة إن شاء الله في خلال الفترة القادمة ومن خلال دعمكم المستمر فإنني أؤمن بأن نجاح هذه الحكومة إن شاء الله سيتحقق في أفضل فرصه الممكنة إنني أؤكد لحضراتكم إن العمل العام في هذه المرحلة هو تكليف لا تكريم لأي أحد لأي فرد من هذه الحكومة إن شاء الله وإننا جميعاً سنعمل لكي يشعر المواطن بأن هناك تغيير في حياته إلى الأفضل وهو ما يتولبنا بي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل المناسبات أكد رئيس مجلس نواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن لجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة مما تشكيلها أغلبية ومعارضة لضمان التنوع في الخبرات والتخصصات وطلعت على برنامج الحكومة بدقة وتمع وخلال الجلسة العامة بمجلس نواب لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة بدراسة برنامج الحكومة أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المجلس لم يألو بجهد في سبيل القيام بمهامه الدستورية البنوط به لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات موطني واصلت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها خلال الأيام القليلة الماضية بكامل تشكيلها أغلبية ومعارضة ذلك التشكيل الذي ضمن مزيداً من التنوع في الخبرات والتخصصات واطلعت اللجنة بمهمتها النبيلة بجدية منقطعة النظير في خطوةٍ غير مسبوقة في تاريخ العمل البرلماني حيث شهدت اجتماعاتها حضور السادة الوزراء ونوابهم مما أتاح نقاشاتٍ معمقةٍ حول كل تفاصيل البرنامج لضمان فهمٍ شاملٍ ودقيق لكل جوانبه وقامت اللجنة بمراجعة برنامج الحكومة بدقةٍ وتمعٌ متخذةً من الشفافية والإخلاص منهجاً لها كما أكد رئيس مجلس النواب أن نتاج أعمال اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وسياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشكل طفرةً في مجال حقوق الإنسان وأكد جبالي أن أعمال اللجنة تأتي تنفيذاً للتزامات الدستورية واتفاقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي ومن أهمها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتقنين إجراءات القبض والتفتيش بأكد على توجيه الشكر للجنة الفرعية التي صاغت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشكرها على مجهودتها خاصةً أنها كانت مشكلة من ممثل الجهات ذات الصلة ولا شك أن نتاج أعمال هذه اللجنة نتاج حقيقي يشكل طفرة في مجال حقوق الإنسان وتنفيذاً للالتزامات الدستورية واتفاقاً كما سبق أن أوضحت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية ومن أهم ملامحها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية والمزيد من الضمانات لحقوق الدفاع والإعلام فضلاً عن مواكبة التطور التقني بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 ومع التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية ايضا وزارة الاستثمار واضافة التجارة الخارجية وهم اسنوا على هذا وده اللي احنا كنا دايما بنطالب به سواء الحزب في الحوار الوطن ان يكون هناك تغيير في سياسات الحكومة قبل بيكون في تغيير الاشخاص هيا بنعرف اللجنة امت بطورها كويس جدا والمجلس امت بطوره كويس جدا في هذا الموضوع اشكرك سيد عصم خليل رئيس حزب المصريين الاحرار تولي الحكومة اهتماما كبيرا لتنمية القطاع الزراعي واستغلال الامكانات الزراعية لتحقيق الاكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية وزيادة قدرتها على المنافسة العالمية وتسادف الحكومة في برنامجها زيادة التوسع الافقي والصلاح الاراضي الجديدة وتحسين انتجية المحاصيل الاستراتيجية واستنباط اصناف جديدة للمحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي الاستغلال الامثل لموارد الدولة شعار ترفعه الحكومة في برنامجها الذي دخل حيز التنفيذ من اجل تعزيز الاستفادة من موارد الدولة بشكل يصهم في توفير فرص العمل وزيادة الانتاج ورفع معدلات التصدير وتوفير العملة الصعبة مما ينعكسه بشكل ايجابي على مستوى معيشة المواطن القطع الزراعي يعد فاعلا اساسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية حيث تولي الحكومة كهدا كبيرا لتنمية هذا القطع واستغلال الامكانات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وزيادة قدرتها على المنافسة العالمية تعمل الحكومة على التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة من خلال توسيع مساحة الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية واعادة تدوير مياه الصرف الزراعي الحكومة الجديدة تستهدف إلى تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية ومبكرة الندق وقليلة احتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية كما تعمل الحكومة على دمج السياسات الخاصة بالتوسع في تصنيع الزراعي ووضع خريطة استثمارية للصناعة الزراعية والبدء في العمل بها من خلال منهجية التكتلات الاقتصادية وربطها بالمجمعات الزراعية التي يتم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى القرى كما تستهدف الحكومة دعم المشروعات التي تخدم قطاع التصنيع الزراعي مثل مصانع التعبئة والتغليف ومصنع الانتاج الحيواني والداجيني من خلال لجاني الاستثمار بالمحافظات والمتابعة الجادة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع والسماح بالشركات بين المستثمرين لدعم التصنيع الزراعي وزيادة نسبة الصادرات لتوفير العملة الصعبة أكدت الحكومة الجديدة أن آلية تنفيذ محور تجديد الخطاب الديني سيكون من خلال المؤسسات الدينية التي تمتلك دورا ثقافيا كبيرا ومن أبرز آليات تعزيز الوعي التقافي والإبداعي هو العمل على تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة مع تنظيم مهرجنات وفعاليات ثقافية تحتافي بتنوع الثقافي والديني في مصر تعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني ضمنتها الحكومة الجديدة كأحد أبرز محاور برنامجها لنيل الثقة محاور تسعى من خلالها الحكومة لأن تكون الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة وتعميق الانتماء للهوية كذلك الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعي مما يخلق قاعدة من الموهوبين والمبدعين ولتنفيذ محور تجديد الخطاب الديني في برنامج عملها أكدت الحكومة الجديدة أن آلية تنفيذ المحور سيكون من خلال المؤسسات الدينية التي تمتلك دورا ثقافيا كبيرة نظرا إلى عراقتها وتاريخها الطويل وقدراتها على بث القيم الإيجابية وروح التسامح ونبذ روح الكراهية والتمييز إذ أن من شأن تجديد الخطاب الديني أن يحقق الوحدة والتماسك المرجوة ما بين فئات الشعب المختلفة ولنشر الخطاب الديني المعتدل تسعى الحكومة الجديدة لتعزيز التعاون ما بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الأخرى أيضا يتم تنظيم مؤتمرات وندوات دورية بمشاركة علماء الدين الإسلامي والمسيحي لتشجيع ودعم الحوار ما بين مختلف الأديان بما يعزز التفاهم المتبادل والسلام الاجتماعي مع استمرار جهود الأزهر الشريف والكنائس المصرية في العمل معا تحت مظلة مبادرة بيت العائلة المصرية لتأكيد قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز وتدريب الوعاظ والقساوسة على الخطاب الديني الوسطية في الوقت نفسه يتم العمل على تضمين مواد دراسية في المراحل التعلمية المختلفة لتعزيز الفهم الصحيح للدين ومعالجة المفاهيم المغلوطة لدى النشء والشباب بالإضافة إلى العمل على تطوير تطبيقات ومنصات إلكترونية توفر محتوى تعليمياً وثقافية حول مفاهيم المواطنة والفكر الديني الوسطية ومن أبرز آليات تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي هو العمل على تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة مع تنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية تحتفي بالتنوع الثقافي والديني في مصر وتضم مصر الكثير من المظاهر والموروثات الثقافية والفنية المتنوعة والفريدة من نوعها وهي التي تضفي عليها طابع التميز والأصالة لذلك فإن تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي وضمان تحقيق العدالة الثقافية هما ما يضمنان بقاء سمة التفرد والتسامح ما بين فئات المجتمع بلا تميز التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة التي تربط بين القوات المسلحة لكل البلدين وقدم قائد القيادة المركزية الأمريكية التهنئة للفريق أول عبد المجيد سقر متمنيا التوفيق في مهام منصبه الجديد مشيرا إلى تطلعه لمزيد من التعاون العسكري خلال المرحلة القادمة ومشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة كما التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والذي قدم التهنئة في بداية اللقاء على تولي مهام المنصب الجديد وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين في كافة المجالات حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة تلقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية ملطا إيام بيرج وذلك لتهنئة بتوليه المنصب وتمن وزير الخارجية والهجرة علاقات صداقة بين البلدين معربان عن تقديره لدور ملطا دعم لمصر في الاتحاد الأوروبي هذا وبحث الوزيران تحديات الإقليمية المشتركة كما أكد أهمية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين يتوقف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة لعقد مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفتي ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية من نظيره الأردنية دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن تفقد سير العمل القنصلي بمقر السفارة المصرية بعمان إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجوعه وترويعه وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصاني أو تحقيق الأمن استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي كبيرة منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في قطاع غزة سيجريد كاخ وأكد وزير الخارجية على انفتاح مصر على التعاون وتنصيق مع كاخ لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2720 ذلك لضمان دخول سريع للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عوائق ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وقد أعربت كاخ عن شكرها لمصر على جهودها المستمرة لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مبررة أو مبرزة حرصها على العمل مع مصر على استعادة وطيرة دخول المساعدات وشروع في بدء إعادة الأعمار والتعافي المبكر فور انتهاء العمليات العسكرية أدانت مصر اقتحام وزير إسرائيلية لبحث المسجد الأقصى الشريف بالتزامن مع تمرير الكناسة الإسرائيلية قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية في تنصل واضح من مقررات شرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من تصعيد غير مسؤول معتبرة أن تزامن هذا التصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية يؤكد الإسرار على تاجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان لدى الشعوب الإسلامية وفي العالم الأجمع هذا وطالبت نصر الحكومة الإسرائيلية باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس داعية الأطراف الدولية الفاعلة في المجتمع الدولية للاطلاع بمسؤوليتها في حماية الحقوق الفلسطينية واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وأكدت مصر أنها ستواصل جهودها الدعوبة في سبيل التواصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حضرت مصر من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وانتهاك القانون الدولي الإنساني والاستهتار بميطاق الأمم المتحدة وخلال جلسة لمجلس الأمن قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق أن التصعيد الإسرائيلية قد يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة وأكد أن مصر تجدد موقفها الرافض لسيطرة القوى القائمة بالاحتلال على قطاع غزة وشددا على أن احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح أدى إلى توقف إنسيام وتدفق المساعدات وتحذر مصر من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة مما قد يؤدي إلى انذراقها إلى حرب إقليمية شاملة ونستشهد هنا بتصريحات سكرتير العام بأن المنطقة والعالم لن يتحمل حربا أخرى في الشرق أوسر سيد الرئيس تجدد مصر موقفها الرافض لسيطرة القوى القائمة بالاحتلال على قطاع غزة بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح ونؤكد أن احتلال الجانب الفلسطيني للمعبر أدى لتوقف إنسيام وتدفق المساعدات وطالبه مصر مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته وإلذام كافة أعضاء الأمم المتحدة بما في ذلك إسرائيل بتنفيذ القرارات الأممية وقرارات محكمة العدد الدولية ووقف إطلاق النار بشكل فوري وإنفاذ المساعدات دون عوائق ووقف التهجير والنزوح القصري سواء داخل قطاع غزة أو خارجه بهدف تصفية القضية الفلسطينية أدان الأمين العام لجماعة دول عربية أحمد أبو الغيت الإعلان الصادر عن الكنسة برفض إقامة دولة فلسطينية واعتبر أبو الغيت أن الإعلان وما يتضمنه من مباررات باطلة يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروع وفي مقدمتها الحصول على دولة مستقلة وشدد أبو الغيت على أن الإعلان يأتي استكمالاً لمساعي إسرائيل للانقلاب الكامل على كافة الاتفاقات الموقع وعلى القانون الدولي ويهدف إلى شرعونة احتلال الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني كما أدان البرلمان العربي قرار كنسة الاحتلال الإسرائيلي برفض إقامة الدولة الفلسطينية معتبراً القرارة تحدياً سافراً لكافة القوانين الدولية والقرارات الشرعية واعتبر البرلمان العربية قرار الكنسة الاسترائيلية تقويداً لكافة الجهود الدولية أسعي لتهديئة الأوضاع ووقف العضوان ووقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤكداً أن اعتراف 149 دولة عضواً في الأمم المتحدة بدولة فلسطين هو تجسيد لإرادة دولية قوية بضرورة قيام دولة فلسطينية أستقلة كما طلب البرلمان العربي بتجميد عضوية كنسة الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية لإجباره على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبحل الدولتين وحماية كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتروا فيها العضوان الإسرائيلي يتواصل على أنحاء غزة والأمم المتحدة تطالب بتجلب استهداف المستشفيات في القطاع إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول أفدت وكالة وفا الفلسطينية باستشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لوسط قطاع غزة وأفدت مصادر طبية بأن ستة فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا في بلدة زويدة كما استشهد فلسطينيون وأصيب خمسة عشر آخرون جراء استهداف الاحتلال لمسجد عبدالله عزام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أكدت الأمم المتحدة أن المستشفيات والمركز الصحية يجب أن لا تكون جزءا من الحرب في قطاع غزة وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاري كان منظمة ترفض استهداف المرافق الصحية وأشار إلى أن هذا الأمر حال دون إيصال المساعدات إلى ألاف الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة لها أعلن الجيش الأمريكي عزمه تفكيك الرصيف العائم الذي أقامه لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإعادته إلى الولايات المتحدة وقال نائب القيادة في القيادة المركزية الأمريكية برات كوبر إن تقييم واشنطن يشير إلى أن الرصيف المؤقت حقق أثره المنشود بزيادة كمية كبيرة من المساعدات إلى غزة وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة بسرعة مشيرا إلى أن جهود توزيع المساعدات المنقولة بحرا في غزة ستتحول إلى ميناء سدود في إسرائيل تتزايد الخلفات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إبرامي السفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ضغطات وتحذيرات من أعضاء الحكومة للتخلي عن بعض بنود يتمسك بها خلافات تتزايد يوما بعد يوم بين المستويات السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية بشأن إبرامي صفقة تبادل المحتجزين ووقف الحرب في غزة بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية أصبح عائقا رئيسا أمام إتمام الصفقة فهو يجدد تمسكه بشروطه الأمر الذي يعارضه عدد من المسؤولين والوزراء وسط إبداء تشكيكهم في إمكانية الوصول إلى صفقة التبادل جراء هذه الشروط وشهد نتنياهو جلسة عاصفة في الكنيست طالبته فيها المعارضة بالاستقالة إذا لم يتم صفقة تبادل المحتجزين مؤكدين على الثمن الباهز الذي يدفعه الشارع الإسرائيلي هل ستعلن الأسبوع المقبلة في خطابك في الكنجرس أنك توافق على صفقة الرهائن؟ هل ستقف على المنصة في الكنجرس وتقول هناك أنا أوافق على صفقة الرهائن؟ سنعيد أطفالنا وفتياتنا إلى الوطن إذا كان هذا ما ستقوله وهذا ما يجب أن تقوله وهذا ما يتوقع منك العالم كله أن تقوله اذهب بسلام وارجع بسلام وإذا كان الأمر صعبا ومحزنا للغاية بالنسبة لك فنحن نرحب باستقالتك وستكون الأغلبية المطلقة من المواطنين الإسرائيليين سعيدة جدا وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد أبلغ رئيس جهاز المساد دافيد برنيع رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الأمن المصغر أن الأمر سيستغرق أسابيع عديدة لإيجاد آلية فحص تمنع نقل الأسلحة من جنوب قطاع غزة إلى شماله وليس لدى المحتجزين هذا الوقت حديث برنيع جاء على خلفية رغبة نتنياهو في الدفع نحو إنشاء آلية لمنع مرور عناصر الفصائل الفلسطينية إلى شمال القطاع وهو بند لم يكن واردا في المسودة الأصلية للصفقة رغم تأكيد نتنياهو المتكرر دعمه للصفقة الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي تطور أخير أصدر الكنيسة الإسرائيلية بياناً يعارض إنشاء دولة فلسطينية بأغلبية 68 صوتاً مقابل 9 وجاء في البيان أن ذلك سيشكل خطراً وجودياً على إسرائيل أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن أنه قد يعيد تقييم ترشحه للانتخابات إن واجه حالة طبية وأوصلت رئيسة مجلس وبسابقة نانسي بيلوسي بايدن بالتراجع عن الترشح مشيرة إلى استطلاعات الرأي التي تظهر صعوبة فوز على ترامب ما قد يؤثر سلباً على فرص الديمقراطيين في الانتخابات القادمة بعد أن صار وضعه الصحي تحت المجهر عقب أدائه الكارسي في منظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قد يعيد تقييم ترشحه للانتخابات إن واجه حالة طبية يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض أن الفحوص أثباتت إصابة بايدن بكوفيد 19 أثناء رحلة له إلى لاس فيغاس لحضور تجمع انتخابي مضيفاً أنه يعاني من أعراض خفيفة وحسب ما ذكرت شبكة CNN نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة فقد أخبرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بليوسي الرئيس جو بايدن أن استطلعت الرأي تظهر أنه لا يستطيع هزيمة دونالد ترامب وأن الرئيس قد يدمر فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب أما زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر فقد أبلغ الرئيس جو بايدن في اجتماع سابق بأنه سيكون من الأفضل للبلاد والحزب الديمقراطي انسحابه من السباق الرئاسي بايدن رفض مراراً دعوات الديمقراطيين لانسحاب من السباق بعد أداء متعسر في مناظرة الشهر الماضي أمام المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب رغم الضغوط الشديدة ليس فقط من جانب مراكز صنع القرار والإعلام بل من جانب حزبه الديمقراطي لتنحيته عن السباق الانتخابي دعا المرشح الجمهوري لمنصب نائب رئيس الأمريكية جاي دي فانس الأمريكيين للتصويت لمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في شهر نوفمبر المقبل واختيار مسار جديد وتعهد فانس بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مشيرا إلى أنه يعتزم الكفاحة من أجل المواطنين الأمريكيين ووظائفهم وأبورهم أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون ونظيره الفلبيني جيلبرت تيودورو أهمية الحفاظ على حقوق جميع الدول في التحليق والإبحار والعمل بأمان ومسؤولية حيثما يسمح القانون الدولي بذلك وذكرت وزارة الدفاع الأمريكي البانتاجون أن الوزيرين رحبا خلال اتصال هاتفي بفرص التواصل المتكرر كجزء أساسي من التزامهما بتعزيز التحالف الأمريكي الفلبيني لدعم منطقة المحيطين الهندي والهاد الحرة والمفتوحة أعلن رئيس الوزراء الهيتي جاري كونيل عن خطط حزمة لاستعادة الأمن ومكافحة العنف الذي اكتح البلاد بشكل غير مسبوق كما تعهد كونيل باتخاذ إجراءات صارمة ضد العصبات المسلحة التي تسيطر على أجزاء كبيرة من العاصمة بورت أوبرنس مشددا على أن استعادة الأمن توثل أولوية قصوى شدد وزير صحة خالد عبدالغفار على سرعة الانتهاء من تطوير سكن الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات وخلال اجتماعه مع جهاز مشروعات القدمة الوطنية لمتابعة معدلات العمل بالمشاريع الإنشائية في القطاع الصحية أكد عبدالغفار أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يضمن العمل على تحقيق رؤية الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير أفضل الخدمات اللازمة للمواطنين واشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري العمل بها وفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع فضلا عن تجديده على ضرورة الالتزام بالهوية البصرية للمشروعات الصحية الجديدة تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني مشروع حديقة تلال الفصات الذي يعد من أكبر المشاريع الحضرية في منطقة الشرق الأوسط يقام المشروع على مساحة تزيد عن 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة وتشمل الحديقة ثمان مناطق مختلفة وتضم 14 بوابة تاريخية وحديقية مع تصميمات تعكس التراث المصري عبر العصول الفرعونية والقبطية والإسلامية الحديثة تهدف الحديقة أيضا إلى زيادة المسطحات الخضراء وتوفير مساحات فراغية عامة لسكان القاهرة بالإضافة إلى توفير أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة تنفذ الحديقة بتمويل من صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء وبإشراف الجهاز المركزي للتعمير ذلك بهدف تحسين المشهد الحضري للقاهرة التاريخية وتعزيز السياحة والاقتصاد المحلي أكدت وزارة الإسكان ضرورة تنسيق مع وزارة الإسكان الليبية لتنفيذ الخطط العمرانية الليبية أسوة بما تم من التجارب المصرية وأكد نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل خلال لقائه وزير الإسكان الليبي أبو بكر الغاوي على قدرة شركات المقاولات المصرية الكبرى على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمشروعات الأخرى وخلال لقاء استعرض نائب وزير قدرات شركات مياه الشرب وصرف الصحي بمصر في مجال التشغيل والصيان القياسية للمحطات كما تمت مناقشة فكرة وضع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنظيمي لمياه الشرب وصرف الصحي وحماية المستهلك بوزارة الإسكان المصرية مع جهاز المشروعات الليبية الذي يلعب دورا حيويا في تحديد أولويات المشروعات وتقييمها فنيا وماليا وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الأوقاف بروتوكول تعاون استراتيجي بهدف تطوير الخدمات التكنولوجية لوزارة الأوقاف وتعزيز قدراتها في إدارة أملاكها بكفاءة عالية وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت على أهمية هذا التعاون الذي يشمل عددان من المشروعات الرئيسية بما في ذلك إنشاء منصة رقمية تفاعلية لخدمة الخطاب الدينية وأشار إلى أن هذه المنصة ستقدم محتوى دينيا متعدد اللغات مما يعزز من وصول رسائل الدينية والتثقيفية إلى جميع شرائح المجتمع من جانبه أعرب وزير الأوقاف أسامة الأزهري عن شكره وتقديره لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعمها المستمر صرحت وزارة التعليم العالي بأن لديها منظومة متكاملة لجذب الطلاب الوافدين وتعزيز دور مصر كوجهة تعليمية في أفريقيا وشرق الأوسط وأكد وزير التعليم العالي أيمن عشور أن ملف جذب الطلاب الوافدين يمثلوا أولوية في خطة عمل الوزارة للمرحلة القادمة انتلقا من سعي مصر لتقديم خدمة تعليمية متميزة تجعلها في مصاف الوجهات الجاذبة للراغبين في الدراسة بالشرق الأوسط وأفريقيا ولفت عشور إلى أن وزارة التعليم العالي تنفذ الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة لجعل مصر قبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي استثمارا لما تتمتع به الجامعة المصرية من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية عريقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بدأت وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير الشامل والإنشاء الجديد لألف وستة وخمسين مركز شباب موزعة على جميع محافظات الجمهورية ذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروعة الشبابية والرياضية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبفضل توجهات القيادة السياسية حققت طفرة غير مسبوقة في مختلف مسارات تنمية الشاملة في مصر مشيرا إلى أن المبادرة استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة في التطوير الشامل والمتكامل للبنية الشبابية والرياضية والآن مشاهدين مع أخبار المال والأعمال نتحاول فيها إلى شروق أعمال شكرا لكم إيمان ومرنة أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة بحث وزير البترول كريم بدوي مع سفيرة النرويج بالقاهرة هلدا كليست كليستال ونائب الرئيس التنفيذي بشركة سكاتيك النرويجية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط محمد عمر آخر مستجدات تنفيذ مشروع إنتاج الهايدروجين الأغضر وسبل تعزيز التعاون في مشروعات التحول الطاقي والطاقة الخضراء وخلال اللقاء أكد الوزير أن الشركة النرويجية تمتلك خبرات متميزة في مجال تكنولوجية التحول الطاقي والهايدروجين الأغضر وخفض الكربون وأنها تساهم في تحقيق النجاحات في مجال المشروعات الخضراء في قطاع البترول مشيرا إلى الدعم الكامل الذي يقدمه القطاع لتنفيذ مثل هذه المشروعات في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والفرص الكبيرة لتحقيق النجاحات والعوائد للجانبين موسيقى بحث وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي مع السفيرة هلدة كليستال سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والشركات النرويجية وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة وكذلك متابعة موقف مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لمجمع الألومنيوم بنجا حمادي بالتعاون مع شركة سكاتيك النرويجية في إطار استراتيجية الدولة لتحول نحو الاقتصاد الأغدر والتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة نشر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزارة تقريرا حول توقعات منظمة الأونكتاد بشأن مستقبل التجارة العالمية خلال النصف الأول من عام 2024 حيث توقع تقرير أن تشهد الأسواق العالمية زيادة في حجم التجارة بنسبة 2% في النصف الأول من العام المقبل وتتوقع الأونكتاد أن تسهم هذه الزيادة بما يقارب بـ 250 مليار دولار في تجارة السنع وحوالي 100 مليار دولار لتجارة الخدمات خلال الفترة ذاتها ما يعزز من الآمال في تحقيق قيمة إجمالية لتجارة العالمية تقدر بحوالي 32 تريليون دولار في نهاية عام 2024 هذا وقد أوضح التقرير أن النمو المتوقع يمتد أيضا إلى الدول النامية حيث ستشهد الصادرات والواردات زيادة بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام المقبل بينما يتوقع للدول المتقدمة نمو طفيفا في الصادرات واستقرارا في الواردات في سوق المال أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعملين المصريين والأجانب كما مملت تعاملات العرب للبيع وسط دولات بلغت 4 مليار جنيه وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1952 من ألف تريليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 11% ليغلق عند مستوى 26653 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 6495 نقطة وصاعد مؤشر EGX 100 بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 9374 نقطة في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات هذا وقد هبطت العقود الأجلى لخام برينت بنسبة 61% ليصل إلى 84.56 دولار للبرميل فيما تراجعت العقود الأجلى لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 49% ليصل إلى 82.44 دولار للبرميل هذا وقد انخفضت أيضا أسعار المزد عالميا بنسبة 95% لتصل إلى 42.48 دولار للتر وصاعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 32.6% لتسجل 82.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وتوقع اقتصاديون في استطلاع الرويترز تسجيل 230 ألف طلب في الأسبوع المنقضي موسيقى انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة ومن جديد عودة للزملاء مرنة وإيمان شكرا لك شروق تتوصل فعليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة بالعديد من الفعاليات المتنوعة التي تقام بعدد من الأماكن الشيحية والترفيهية بالمدينة ويشهد الأسبوع الثاني من المهرجان عددا من الفعاليات الرياضية بالإضافة لانتلاقي حفلي قادم السهر ومكدر رومي فضلا عن استمرار الفعاليات الثقافية بالمنطقة الترفهية بمدينة العالمين الجديدة في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة زوار مهرجان العالمين وزيادة التفاعل معهم تم إطلاق تطبيق جديد للمهرجان يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمميزات التكنولوجية حديثة يعد التطبيق هطوة متقدمة نحو دمج التكنولوجيا في الفعاليات التقافية والسيحية ورياضية بمصر حيث يصهم في تحسين تجربة الزوار والتوفير معلومات شاملة حول الأنشطة والفعاليات ختام نشرتنا هذه عنوين الأخبار الرئيس سيسي يصارد جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة ويواجه بتقديم تسهيلات مطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مجلس نواب يمنح اتقال الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي فرئيس الوزراء يتعهد بالعمل خلال الفترة المقبلة لتلبيات احتياجات المواطنين مصر تطالب إسرائيل باحترام الوضع القانوني وتاريخية للقدس المحتلة وتدين اقتحام وزيراً إسرائيلياً لباحة المسجد الأقصى وصلنا مع حضراتكم لختم نشرة السادسة تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة